أنت تقوم في خدمة ستة الحبايب وحكيتي عن التحديات وتحديات صعبة بصراحة مثل التحرش والعنف والزواج المبكر وعدم الثقة بالنفس وكل النقاط اللي حكتيها طيب كيف فيك تساعد أن نتواجه هاي التحديات أنا بقول يلي عم نقدر نعمله بستة الحبايب وإن كان محدود لأنه طبعا أنا ما فينا نغطي كل هيدا الأمور لكن منحاول أول شي نفتح مجال أنه يكون في دورات نعمل دورات تدربية نحكي عن هاي الموضوع بدون خجل بدون خجل يعني أنا بذكر مرات كثير حكينا مثلا عن ياخذ البنات ويشغلوهن بالدعارة هيدا موضوع قليل ما نحكي فيه بس جبنا ناس اختصاصيين حكيوا عن هالموضوع وواعه المجتمع يعني وخصوصا إحنا بكندا المرأة العربية بكندا ما كانت تعرف أنه ممكن بكل بساطة بنتها تروح هيك شو لازم تعمل كيف لازم تنتبه بمين لازم تتصيل كيف لازم تربي أولادها يعني فيه مواضيع منحكي فيها يمكن منسميها تابو منسميها أنه هاي مواضيع ما لازم نحكي فيها عن الجنس بالزواج عن علاقات المرأة بالرجل كل هاي الأمور كلها ويتاكلت كلها منحكي فيها منعمل دورات وبالنحية تاني حتى نعيد التقى للمرأة منعمل دورات كماني مهارات منعلم السيد كيف تشتغل بإيديها كيف تعمل هر اون بيزنس هيدا كمان منعلمه حتى السيد كمان هون تقدر تجي وتتكل على نفسها يمكن ما تكون متزوجة وما في أصعب منها مرأة غير متزوجة تجي على كندا تكون لحالة وتقدر تقف على إجرية إذا ما كان عندها علوم عالية كتير صعب سو بده شي بإيدة مهارات هيدا كماني منعلمهم للستات منعطيهم دورات منعلمهم كل هاي الأمور فهيدا الأمور بتساعد كتير حتى نقدر نقف حد كلها التحديات يلي ذكرنيها طبعا أنت عارفة أخت اليان إنه إحنا خدمتنا يعني هي بتوصل تقريبا لكل أنحاء العالم في اللغة العربية من أستراليا لأمريكا لكن الشريحة الكبرى اللي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي الدول اللي فعلا يعني تتكلمت عن هاي المشاكل إحنا فعلا منعاني من هاي المشاكل فأنت عم بتحاولي تساعد من خلال السمانرات والتعليم وتكون واضحة يعني فيه وضوح في التعليم بكل بساطة أن المرأة تعرف دورها وقيمتها وهذا اللي أنتو بتحاولوا تعملوه أنا بصراحة بدعي العالم العربي وبدعي الكنائس أهم شيء بالعالم العربي اللي عم تسمعنا أنه اجتماع السيدات يلي أنا حقيقة أنا دس أبوينتد بكل اجتماعات السيدات اللي بتصير ببلادنا كتير حلوة وصلة وترنيم ووعز وكل ما يلزم لكن خلينا نروح البراكتيكال أنا بدعي اجتماع السيدات في العالم العربي يبلشوا شيء مثل خدمة ستة الحبيب بكل بساطة فيه ستات عنده المقدرات الكنيسة عندها مقدرات الرعاة عنده المقدرات طب ليه ما منخلق خلية خلية من النساء تقدر تنفتح على المجتمع حواليها على الكميونيتي وتبلش هي تدرب أول شيء بتزيد ساقتها بنفسها أول شيء بصير عنده مجال للخدمة نور المسيح اللي فيها بأثر من اللي حواليها نفتحها المجالات ما يكونوا اجتماعات السيدات اجتماعات فقط للإشها اللي بنعملها الروتينية لأنه بالحقيقة بتجي وقت بتصير مملة وبصير العدد يضاء والآخر شيء بصف الختيارية هنا موجودين اجتماع السيدات والشابات راحوا للعالم طب ليه عندنا مجالات كبيرة أنا بدعي أنا بدعي كل كل الاجتماعات كل النساء بالعالم العربي يقدروا يعملوا شيء لهالمجتمع اللي حولينا لأنه المسيح شو طلب مننا نكون نور للعالم صح؟ أكيد كيف بدي يكون نور للعالم إذا أنا بيجي على الاجتماع بقرة وبصلي وبصلي أنا وأخواتي وهيدا رائع كتير وبظل قعدة محلة وما بظهر للناس ما عملنا شيء إنه الكنيسة لازم تطلع خارج الأصوار مية بالمية أنا مع هيدا الفكرة وخصوصا للسيدات هلأ أنا بقول شق الرجال وخدمة الكنيسة ظاهرة وعم تشتغل لكن بدنا الشق التاني اللي هو النساء لأنه اليوم ولا ست لح تجي تحكي لك مشكلة إلك أبدا رح تجي لعندي تحكي لي خلينا أعطيها مجال أكيد والمحبة هي أهم شيء يعني وأنا بقول إنه البيت كمان إلو دور طبعا البيت إلو دور كتير كتير مهم إذا البنت أو حتى الشاب يعني ما وجد هذه المحبة في البيت رح يبحث عن محبة تانية مية بالمية وممكن محبة خطأ مية بالمية إذا الشاب والبنت ما أخدوا محبة من أهلهم ما بيعرفوا يعطوا المحبة وما بيعرفوا يكونوا محبين لرجالهم ولنساءهم هذا كتير مهم هذا بالتربية هذا قسم تاني لكن كأمرأة خلينا نمكن نساءنا وسيداتنا لكن سيدات أنه أنتم قادرين تعملوا فرق بالمجتمع فرق نور لكل الأمم نور لكل الأمم رائع خلينا نكون نور لكل هالستات الحوالية حبهم أحضنهم اهتم فيهم أنا بقول لك بستة الحبايب بيجينا ستات من كل الخلفيات من كل الخلفيات بس يفوتوا على ستة الحبايب بقولوا الشيء اللي بميز بهذه الخدمة أنه بحبونا بيهتموا فينا ما في تفريقة ما في عنصرية ما في أنت هيك وأنا هيك ونور المسيح بيبين اشتركوا في القناة